استضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين للتفتيش الموقعية لمنظمة الحضر الشامل للتجارب النووية يأتي ذلك بالتعاون مع منظمة معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية بمشاركة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين تهدف الدورة إلى توسيع قاعدة المتخصصين للمشاركة في الأنشطة الميدانية ذات الصلة في المستقبل كما تشتمل على تدريب عملي يتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم في الواقع بدأنا مع المنظمة قبل إنشاء المنظمة من سنة 1976 مجموعة عمل علمية تحط قواعد وإطار عمل لتفتيش موقعي وتفتيش على أي دولة تعمل تجارب نووية بهدف تطوير السلاح لحد ما تم إنشاء المنظمة سنة 1996 وتفتح الباب لتوقيع الدول عليها مصر كانت من أوائل الدول اللي وقعت عليها سنة 1999 تم إنشاء مركز وطني لبيانات نازل السلاح بيستضيف المعهد نحن حاليا موجودين في نموذج تدريبي لعمليات التفتيش الموقعي التابعة لمنظمة الحظر الشامل لإجراء التجارب النووية النموذج ده بنضرب عليه المفاتشين اللي هيكونوا موجودين في المستقبل عشان يفتشوا على أي دولة تخترق المعهدة أو تقوم بإجراء تجربة لسلاح النووي نعم بنرائب كل الإفنت المتعلقة بالزلازل أو التفجيرات النووية أو أي انبعاثات نووية من مصادر زي المفاعلات النووية أو ميديكي لايستوف فاسلتي اللي هي مصانع إنتاج النظارة الطبية كل اللي إن لها تأثير مهمة على الشبكة الدولية للرصد في منظمة حظر التجارة التجربة النووية المركز الوطني لبيانات يمثل الجهة الفنية المسؤولة عن الأمور الفنية الخاصة بمعاهدة العمل على إنهاء التفجيرات النووية المركز هنا بيقوم بدور أنه هو بيقدم الجهة الفنية لجهة الاتصال الرئيسية السياسية اللي هي وزارة الخارجية المصرية فيما يتعلق بأمور نزع السلاح